كما أكد الأمين العام لجامعة الدولة العربية سيد أحمد أبو الغيت رفض الجامعة القاطع لأي شكل من أشكال ترحيل الفلسطين قصرا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه أو عقابهم بشكل جماعي على نحو ينتهك القانون الدولي الإنساني بكل فجدة وخلال استقباله وزيرة الخارجية الألمانية أناليتا بيربوك أكد أبو الغيت ضرورة العمل بشكل متضافر على الصعيد الدولي من أجل منع الاستمرار في ارتكاب مدبحة في غزة كما شهد لقاء توافقا في الرأي بين الجانبين حول ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية وأهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع للحيلولة دون المزيد من تردد الأوضاع فيما استمع أبو الغيت إلى شرح من الوزيرة الألمانية حول أزمة المحتجزين من حاملي جنسية بلدها في القطاع